هذه أبرز العناوين وليد رجراجي قلق من مستقبل لاعب المنتخب المغربية الفيفا تفجرها بهذا الطلب للكاف بالسبب ما فعلته الجزائر ضد المغرب في افتتاح الشان سوفيا أمر بط تحت قصف الانتقادات في إيطاليا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد رجراجي قلق من مستقبل لاعب المنتخب المغربية يحرس الناخب الوطني وليد رجراجي على تتبع آخر مستجدة لاعبه المحترفين خاصة فيما يتعلق بملف انتقالاتهم المعلقة بعد المونديال وكان كثير من اللاعبين المغرب ارتبطوا بعروض مغرية من كبار الأندية الأوروبية دون أن تترجم على أرض الواقع لحد الآن كما هو الشأن بالنسبة لمهاجم إيشبيليا الإسباني يوسفا سيري وكانت تقرر إعلامية تحدثت عن وجود مفاوضة بين إيشبيليا ونيسا الفرنسية من أجل انتقال سيري للدورة الفرنسية الممتاز شأنه في ذلك شأن زميلها الحارسي سيمبونو الذي ارتبط اسمه بأندية كبيرة على غير ريمونشستر يونايتد الإنجليزية وباير ميونيخ الألماني وتوتنها موتسبورا الإنجليزية ما دفع ريجراجي للتواصل مع التنائية المغرب للسبيان حقيقة العروض التي وصلتهما وناقش معهما مستقبلهما الاحتراف دون أن يفرض رأيه بشأن وجهتهم المقبلة وسبق لرقراجي أن صرح بشأن العروض التي توصل بها لعبه حيث أكد أن سوفيان أمرابط يستحق اللاعب في فريق من عمالقة أوروبا في حين يتوجب على أناح الرحيل عن أنجل فرنسي ليستفيد ويتطور أكثر الفيفا تفجرها بهذا الطلب للكاف بالسبب ما فعلت الجزائر ضد المغرب في افتتاح الشن استفسر الاتحاد الدولي لقرأس القدم فيفا في مرسلة للكمفيدرالي الأفريقية كاف عن الخرقات التي صحبت افتتاح بطولة أفريقية للعب المحليين التي تحتضنها الجزائر ما بين الثالث عشر من يناير الجاري والرابع من فابراير المقبل وركزت الفيفا في استفسارها الذي توصلت به الكاف على الأحداث التي شهدها ملعب نايسون منضيل قبل انطلاق مباراة افتتاح الشن بين المنتخب الجزائري ونظره الليبي والمتمثلة في إساءة الجماهير الجزائرية للمغرب وشعبها إلى جانب الكلمة التي أدل بها منضيل الصغير والتي دعا فيها إلى الحرب على المملكة المغربية والسحرائها وفي ذات السياق كشفت مصادر مسؤولة أن الفيفا طلبت تفسيرات من الكاف باعتبارها شركا أساسيا في تنظيم هذه البطولة وعضحت المصادر عينها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقض الكاف لعدم معرفته المسبقة بالأشخاص الذين سيلقون الكلمة خلال حفل الافتتاح إلى جانب غياب طلاعه على كافة الأمور التنظيمية وأكدت ذات المصادر أن الكنفيدرالية الأفريقية ستعمل في غضون الأيام المقبلة على تسليم الفيفا نسخة من التقرير الذي يدونه كل من الكاتب العام ورئيس لجنة تنظيم كأس أفريقيا للمحليين مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التقرير لتحديد العقوبات التي سيتم اتخاذها في حق البلد المنظم للبطولة سوفيان أمرابط تحت قصف الانتقادات في إيطاليا تلقى لعب الوسطي سوفيان أمرابط العديد من الانتقادات التي تتهمه بتراجع المستوى مع فييرونتينا رغم تألقه مع المغرب في مونديا القطر وخسر النادي فييرونتينا في آخر مباراتين بالدور الإيطالي أمام تورينو وروما ومنحت صحيفة لجازيتا ديلو سبور أمرابط 4.5 درجة في تقييمه للعبين المشاركين في لقاء فييرونتينا وطورينو وكتبت الصحيفة في تعليقها لا يمكن مقارنة أمرابط بنفس مستوى في كأس العالم ولم يستمر حتى نهاية اللقاء وقال المدري فينشيزي إيطاليانو بتبديله في الدقيقة الرابعة والخمسون وكان ملك النادي روكو كوميسي قد رفض الاستغناء عن خدمة أمرابط بعد تألقه في المونديال بعدما أصبح محط أنظاري العديد من الفرق الأوروبية وليزالو ديكو سوميونو مدرب أتليتكو مادريد يطلب ضم اللاعب المغربية وكذلك ليفيربول بقيادة المدير الفني هورغان كلوب لكن حال السمر لتراجع أداء اللاعب قد يلجأ فييرونتينا للاستغناء عنه في صيف 2023 حينما يتبقى موسم على نهاية عقده مع الفيولا خاصة بعد ارتفاع قيمة التسويقية من 10 إلى 25 مليون يورو وكان أمرابط قد سهل مشواره في صفوف أوتريخت الهولندي ومنها انتقل إلى فاينورد ثم كلوب بروش ولعب معارا في هيلازفيرونا نيف أكرد أفضل لاعب في مباراة إيفرتون اختير الدولي والمغربي نيف أكرد لعب وسط هام يونيتد الإنجليزي أفضل لاعب في مباراة إيفرتون برسم الجولة الواحدة والعشرين من الدول الإنجليزي الممتاز التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين واخترت الصفحة الرسمية لويست هام أكرد كأفضل لاعب في المباراة بعد تألقه على مستوى الدفاع ونجاحه في تصدي لمجموعة من الهجمات وكتبت الصفحة أداء رائع من هذا الرجل ما بروك نيف أكرد أنت رجل المباراة وفي سياق ذاته قال مدرب الفريق ديفيد مويست أن المدافع المغربي قدم واحدة من أفضل مبارياته والصحق جائزة أحسن لاعب على الروح التي ظهر بها والتزامه التكتيكية وتبع أعتقد أنه كان علامة فارقة أمام الخصم لقد دفع بشكل جيد وكان قويا في الكرات التابتة وقدم تمريرة جيدة أيضا وأضف في رأي نيف لاعب أنيق مع مرور الوقت سيجتهد بشكل أفضل بعد كسب تجربة أكبر في الدورة الإنجليزية وكان أكرد من صناع تاريخ المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022 حيث بلغ مع الأسود نصف نهائية البطولة ساندردولياج يشتريط 500 ألف دولار للتخلي عن أملاحة وضع فريق ساندردولياج البلجيكي لكرة القدم شرطه المالي أمام الأندية الأوروبية التي تسعى إلى التعاقد مع الدولي المغربي سليم أملاحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكذا تقرر إعلامي فرنسي أن ساندردولياج طلب الحصول على مبلغ مالي حددت قيمته الإجمالية في 500 ألف دولار من أجل تسريح متوسط لميدان سليم أملاح قبل انتهاء عقده مع الفريق واتخذت إدارة ساندردولياج قرر إبعاد لاعب المنتخب الوطن المغربي عن الفريق بناء على ما اعتبرته عدم احترام التزامة معينة تم تعهد بها في إطار مفاوضات تجديد عقد سليم أملاحة يشار إلى أن عقد سليم أملاح مع الساندردولياج البلجيكي ما زال الساري المفعول إلى غاية يونيو 2023 وهو ما دفع إدارة الفريق البلجيكي إلى اشتراط 500 ألف دولار لبيعها من أجل الاستفادة منها بدأ محسين متولي العمد السابق لفريق رجاء رياضي لكرة القدم والوافد الجديد على تحطنجا الاستعداد رفق تناديها لمباراة الجيش الملكي غدا الأربعاء برسم مباراة الجولة الخامسة عشر من البطولات الوطنية الاحترافية وخذ النجم الرجاوي السابق الحصة تدريبية اليوم الاثنين رفق تناديه بملعب الوزيس التابع للرجاء استعداد للمباراة المذكورة وكان فريس البوغاز قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن تعاقده مع العميد السابق لرجاء محسين متولي إلى نهاية الموسم الكرة والجارية ومن المقرر أن يواجه تحطنجا مضيفه الجيش الملكي يوم غادنا الأربعاء بداية من السعر الرابع عصرا على أرضية الملعب البلدي بالقنيطيرا نهاية الأرواق اشتركوا في القناة